موسيقى أنت ما معنى ما معنى السياسة الصحية في الجزائر الرئيس الجمهورية قال استمع لاجنف هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام منظومة الصحية أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره وكانت وليدة رؤية حماية المواطن طب المجاني مثل ما كانت طب مجانية التعليم كانت ماشية استثمارات آلاف الملاير ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصال دسوة أين هذه المنظومة الصحية اللي هي الأفضل في إفريقيا حب من حب وكره من كره أين هي هذه المنظومة الصحية أنا قلت بأن النظام الصحي الجزائري حقيقة جيد كسياسة ولكن كواقع هو الأسوأ في إفريقيا هذه حقيقة لو كان لدينا واقع صحي جيد ومستشفيات حقيقية ما يروحش رئيس الجمهورية يجري عملية على سبوع الرجل أو اللعنة يجريها في ألمانيا ما يروحوش الوزراء هذم يعالجوا في ألمانيا ويعالجوا بطرق سرية ولم يتم الإعلان عنهم وهذا يعتبر نهب للخزانة العمومية نهب للمال العام روح للدول المتطورة لو كان مسؤولي يروح يعالج أو يعمل شيء على حساب الخزانة العمومية يستقيل أنتم تنهبون المال العام لو نشوفوا الفواتير الناس اللي عالجوا في فرنسا وبعد المستشفيات ترسلها إلى السفارة الجزائرية رهي مليارات يا جماعة ديون وتلجأ الدولة حتى تتفادى الفضائح والأمور تصل إلى القضاء وترفع دعاوى قضائية ضد الجزائر يدفعوها ويسكتو أنت الآن وزارة الصحة يا جماعة في هذه الأيام حسب ما قالوا سيقومون بتوظيف نحو 11 ألف شبه طبي موظف شبه طبي ميزانيتها أكثر من 3 مليارات ومئتين مليون دولار هذه ميزانية وزارة الصحة تعرفوش معناها 3 مليارات دولار 3 مليارات دولار ميزانية وزارة الصحة في 2021 ما كانش مستشفى واحد يعالج وزير بل أنه لا يعالج حتى المواطنين لو تشوفوا المستشفيات وواقع المستشفيات في الجزائر وما يعانيه المواطن المسكين حتى في قسم الاستعجالات يندله الجبين فيه منسوين يروح وما يرقوش حتى ما كان يولدوا فيه كارثة بمعنى الكالمة ما كان حتى شيء ماذا تم فعل خلال عام رغم أن العام الماضي هو عام صحي بامتياز كل الدول تفرقت إلى الصحة وش دارة الجزائر خلال هذا العام الدات تبوني عالج في الخارج هذا مدى ماذا قدمت للمستشفيات أنك تضعف الميزانية ليس حل أنك تضعف الميزانية ليست حل في التسيير أنك لجب أن تكون لديك سياسة صحية بمعنى الكلمة الدواء مسيطرين عليه مافيا القطاع بناء المستشفيات مسيطرين عليه مافيا مستشفى لا يكلف خمس ملاير بناء أولا عشرين مليار يبنى بمئات المليارات لأنها نصط روح للمهندس ورشوة والمقاول وكذا وكذا تنهب إذن هذا هو الواقع الصحي في الجزائر الجزائر صارت الآن راهينا إلى واقع بائس سياسات بائسة وراهينا إلى مسؤولين عاجزين عاجزين من حيث الكفاءة المهنية عاجزين أيضا من حيث الحالة النفسية وعاجزين أيضا من حيث الحالة الصحية رئيس الجمهورية يجري عملية جراحية ولا حد يتكلم من المفروض لو كانت دولة شفافية من المفروض حتى فواتير علاج الرئيس تناقش في البرلمان أنت الجزائريين كل الفوك باش تخدمهم مش أنه كل الفوك بمهمة يقعد يعالجوا فيه هايا ما عليش فات حتى فات المراحل كلها وانتركتوا عالجوا تقول راني نسير الدولة والرئيس متفرغ يا يعزي يا يهني يعيطلوا بالتليفونات وعيطلوا الرئيس الفلاني وقال له وقتلك وقال له وقتلك كلها حكايات ومصرحيات فقط ما هكذا تسير الدولة هل ليست جمهورية جديدة ولا جزائر جديدة هذه أسوأ من الجزائر القديمة والله يا جماعة بحث فيما يحدث علني أجد بوادر أمل والله عجز واللي منكم يجد شيء يطمئن يرسلهو لعلني أقراه للجزائريين وأحاول أطمئنهم ما يحدث هو كارثة بمعنى الكلمة كيف وزراء مرضى لعدة أشهر يبعد يخلص وزير ويعالج على حساب الدولة ويعالج في الخارج ولا حد يتكلم يعني وزير فتاة من المفروض يفوت شهر جهادة طبية عج يفوت شهر خلاص بالسلامة ما يكونش الجزائر تكون رهينة أي مسؤول الجزائر مش ملك تبهون ولا ملك وزير المجاهدين اللي كان قبل يسبح بحمد بوتفليق ويقول بأنه أرسل رحمة للجزائريين ناقلا ذلك على لسان أحد الجزائريين مجاهد يحكي لي كنت في وليه أضرار يقول لي يقول لله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليق رحمة للجزائريين كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة نحن نعيش أسوأ مما كان عليه الأمر في عهد بوتفليق بوتفليق على الأقل كل ساعة سعي نحي وزيره وجيب مباشرة يعين وعده نحن وصلنا لدرجة أنه وزير تتم إقالته يقعد مدة الوزارة تضعف إلى وزير واحد أخر كأنها الجزائر هذه فارغة ما فيهاش كفاءات لأنه التعيين مبني على الولاءات ونحن مازال ونحن الجزائر تمر في مرحلة مازالوا يختبروا في ولااءات الناس وزير تمت إقالته يعلن الإقالة من هنا يعلن التعيين الآخر من هنا لاحظوا الدول إذا استقال رئيس هو يعلن الاستقالة بيان يخرج من رئاسة الجمهورية أو قصر الحكومة أو شيء من هذا القبيل أو القصر الملكي يعلن مباشرة تعيين فلان في مكان أنت وزير بمرطبة وزير هذا محند السعيد عنده أشهر وهو عاجل صحي اليومنا هذا ما زال معينوش في براستو الإعلام في رئاسة الجمهورية يلعب به الذراري في الفيسبوك هوات تخيلوا مستشار في رئاسة الجمهورية مكلف بالإعلام يفتح صفحات في الفيسبوك ذبابية باش يسب يصفي حساباته مع خصومه يتصل بي جورناليست صحاب وزملاء كانوا قبلوا يهددهم ويقول لهم ندير فيكم وندير أنا أنا مستشار في رئاسة الجمهورية هذا مذري اللي تدي فيهم من ناشطين في صفحات الفيسبوك تديهم تديرهم مستشارين وتحب يسيرلك الإعلام في المستوى رغم وجود إعلاميين جزائريين والله العظيم الناس في العالم تتشرف أنها درست تدرس عندهم وتتعلم منهم كان مدارس إعلامي كان شخصيات إعلامية جزائرية والله العظيم يا جماعة أنا زرت كثير من دول العالم والناس تتحدث لعيهم وتسأل عليهم ويقولوا رغم مدارس إعلامي وهذا ما ما كان له أجيب لي واحدة أنه كان يعرف تابون من قبل كان يستضيف فيه وينشر عليه خبار في الجرنال اللي كان يخدم فيه ديروا مستشار إعلامي في حين مستشار إعلامي أخروا مسؤول حملة الإعلامية بمجرد ما يحاول يلعب لعبة خارج السرب يلقى نفسه مهان ومطرود بطريقة قذرة جدا وربما كيف يقروا يحاولوا يكمفلوا الحالة يعطوا له كان شبراسة بشي سكتوا وبشي سكتوا الناس يا جماعة الخير رانا في وقت بائس أموال الجزائريين من المفروض رانا في مرحلة بائسة جدا من حيث الاقتصاد الوضع العالمي الدول اللي عندها اقتصاد حقيقي عدايرة تقشف وتحسب ألف حساب لكل دوره احنا أولو بطريقة سنوات وهو يكبد الخزانة العمومية مليارات بسبب علاجه بسبب عائلته بسبب خوه خوه كان يجلس في فنادق خمس نجوم والحانات على حساب على حساب تفتح له حانة خاصة حتى يسكر ويعربد ونفس الشيء مع بعض المسؤولين الآن اللي موجودين من المعربدين والخمرجية اللي والله ما عندها لا قيمة ولا شرف ولا أخلاق ولا أي شيء حتى حتى مع ذاته فضلا أن تكون له الروح الوطنية والغيرة على الدولة الجزائرية واقتصادها ومالها الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة